السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي اليوم لدينا الدرس الجديد حول حساب قياس محيط الدائرة ومساحة القرص في الصفحة 98 ننتقل إلى الصفحة 98 من كتابي الجديد نبدأ هذه الحصة بأكتشف وأتمرن أولا استعمل عادل الطريقة التالية لحساب قطر ومحيط عجلة إذن فحصل على النتائج التالية بالنسبة للمحيط حصل على 201 سنتيمتر وبالنسبة للقطر 64 إذن كيف قاس هذه الأبعاد إذن بالنسبة للمحيط أخذ خيط وأداره حول العجلة ثم استعمل جهاز لقياس الأطوال ثم حصل على هذا المحيط لأن كما قلت لكم في البداية فالمحيط هو طول هو عبارة عن طول لا أقل ولا أكثر كذلك بالنسبة للقطر يعني أخذ خيطا ومرره بمركز العجلة ضروري أن يمر بمركز العجلة من كيش نخدمة القطر هكذا أو هكذا فيجب أن يمر من مركز العجلة ثم قاس هذا الطول بخيط وحدد قياسه فحصل على 64 سنتيمتر إذن هذه طريقة عادلة هذه طريقة لاستعمل عادلة في قياس محيطي وقطري العجلة استعمل حسن الطريقة التالية لحساب قطري ومحيط قطعة النقدية إذن حسن شنو أخذ القطعة النقدية اللي هي عشر الدرهم ثم يعني بدك يدورها انطلاقا من هذ النقطة حتى ضربت دوره وفي النهاية حصل على هذ القياس هذا هو تقريبا ستة فاصلة احنا نشوفه ثم لكي يقيسه دبه هو هنا ما دقس إذن قام بقياسي المحيط إذن لإن نحن بصدد قياسي القطري والمحيط لا بالنسبة للعجلة ولا بالنسبة للقطعة النقدية الهدف دينا هو أخص نلقع القطر ونلقعه المحيط لأن الهدف النهائي هو نكتشف العلاقة التي توجد بين القطر والمحيط إذن هذه الطريقة اللي استعمل بشقاس القطر إذن استعمل جوجي الأكواس وحدد هذه المسافة التي بين الكوسين إذن أملأ الجدوح إذن بالنسبة للعجلة العجلة أعطونا القياسات إذن القطر كي سويش حال 64 64 سنتيمتر بالنسبة للمحيط كما قاسع هذه إذن قطر 200 و 1 سنتيمتر بالنسبة للقطعة النقدية القطعة النقدية هنا صراحة القياسات إذن قد نحاول أن نأخذ 6 فاصيل دبهية بين 6 فاصيل واحد و 6 فاصيل جوج وإذن ما عرفنا شو كون هي اللي على صواب لأن هذا الشيء من الضبط إذن ربما ما عرفنا شو سنأخذ إذن نأخذ 6 فاصيل 15 6 سنتيمتر إذن بالنسبة للمحيط نعم إذن بالنسبة للمحيط سنأخذ 6 فاصيلة 15 سنتيمتر وبالنسبة للقطعة مثلا لدينا تقريبا واحد هي بين 1 فاصيلة سعود و 1 فاصيلة وجوج إذن سنأخذ 1 فاصيلة 25 لكن هذا الشيء يبقى تقديري لأنكم تعرفون القياسات لا تكون مضبوطة جدا جدا لما أعطونا قياسات مضبوطة إذن هنا سنحسب الخارج بين B و D يعني سنأخذ هذا B لحسب عادي و سنقسمه على D وهو القطر ثم سنأخذ هذا و نقسمه على هذا لنحصله على النتائج التالية إذن سنقسمه 6 فاصيلة 15 على 1 فاصيلة ثم تعطينا تقريبا ثلاثة فاصيلة 15 تقريبا ثلاثة فاصيلة 15 هنا نقسمه ثلاثة فاصيلة ثلاثة فاصيلة هناك أصفار و أرقام أخرى نحن نقسمه أرقام بذلك ثلاثة فاصيلة ثلاثة فاصيلة ثلاثة فاصيلة cshan سيكون هذه الأعمال الح рис Guadal سنجن نقسمها بداخل دائرة كما ت 녹مج و سننتقلها سنستطقها ثلاثة فاصيلة haz loa ثلاثة!!" فاصيلة ثلاثة 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 فأخص ثلاثة ثم نقسيم المحيط على القطر ونقوم بقريب 3.14 هذا هو هذا ما يريد أن يقول لنا؟ نقارن نتيجة مع النتائج لأن كل تلميذ القطر سيأخذ كل واحدة الدائرة كل واحدة دائرة صغيرة وكل واحدة كبيرة وبالتالي في النهاية ستبقى ونجدوا بأن داخل القسم كله 24 تلميذ إذا استعملتوا هذا الشيء بالضبط ستجدوا دائماً لنقسم المحيط على القطر ستجدوا عدد يقارب 3.14 ومن هنا العلماء للريادية هم من بار الطرق اكتشفوا بأن لدينا واحدة تابتة إذن شنو بغينا نقوله من هذا التمرين؟ بأن هذه قسمة المحيط على القطر تعطينا واحدة تابت لا يتغير كيفما كانت الدائرة كيفما كانت سواء صغيرة أو كبيرة ومن هنا خرجنا القاعدة التي نحسب بها المحيط ألا وهو أن الدبي كتساوي الدفي بي واخذينا الدبي عبارة عن ثابتة أصبحت ثابتة منذ الاكتشاف المحيط فبقيت الدبي دائماً كتساوي الدبي فحددها العلماء في 22 على 7 وهدبي كنقدروها احنا ب3.14 لأننا كنن أرقام بعد منها ولكن دائماً نستخدم 3.14 لا نريد أن نخدم العدد الكثري لا نريد أن نخدم العشاري وبالتالي نأخذها 3.14 إذن هذا هو الهدف من هذا التمرين هو أننا نكتشفوا بأن المحيط ما هو إلا قطر في تابتة تسمى بي تقدرو ب3.14 أو 22 على 7 إذن هذا هو الهدف من التمرين ننتقل إلى التمرين 2 إذن التمرين 2 يتحدث عن المساحات حتى المحيط إذن أقارن مساحتي المضلع السوداسي المنتظم ومتوازي الأضلع وأحسب محيط ومساحة المضلع السوداسي إذن هنا سنحاول نجاوب على التمرين لكي نفهمها التمرين أيضاً ننظمه في الجدول هذا هذا متوازي الأضلع ي إذن موحيت المضلع السوداسي هنا يوجد محيط ومساحة سنحسب المحيط من الموضلة السوداسي ثم بعد ذلك مساحة الموضلة السوداسي المحيط بالنسبة لمحيط الموضلة السوداسي ما سنفعله؟ محيط الموضلة السوداسي لماذا أعطئنا الموضلة السوداسية؟ لا لنظر مساحة السوداسي سنقارن مساحتي المضلة السوداسي ومتوازي الأضلع يعني هنا بغوا يقولون بأن هاد المساحة نتاع هاد السوداسي إذا بغيت تحسبها راح نوجدنا لكم متوازي أطلع ولكن الموحيط هل نحتاجه متوازي أطلع؟ لا وبالتالي هنا ما غن نحتاجه هل نحن المتوازي الأطلع بالنسبة لحساب موحيط السوداسي إذن هاد بغى نحسبه الموحيط متاع السوداسي كيف ذلك؟ قد نشوف هاد الضلع إذن هاد الضلع هادش حل القياس نتاعه إذن القياس نتاعه هو جوش سنتيمتر هو R هذا R R R R R هذا السؤال نقدر نطرحه لكم تومي لا بغيتوا تجاوبوني يعني علاش هن ياخذينا هنا R هادك يسوي R علاش خذينا هادك يسوي R ولكن في السؤال الي التوماني ما خذيناه شي يسوي R حددنا له قياس خاص هنا داروا A هنا داروا R وبالتالي علاش هن ياخذينا R هذا السؤال يجب الإجابة عنه إلا بغيته هنا هن ياخذينا هذا سنحسوبه المحيط متاع السوداسي هي ستافه R إذن P دي السوداسي نسمي P6 يسوي ستام ضربة في R إذن ستافه R R عنا كيسوي جوج إذن ستام ضربة في جوج إذن P كيسوي 12 سنتيمتر إذن هاد هو محيط الموضلة السوداسي نريد أن نحدد المساحة المساحة السوداسي المساحة السوداسي إذن قطعناه وقسمناه بهذه الطريقة لكي نعرفه نحن لم نتعلمه خلال التعلومات التي درسنا فيها المساحات والمحيط قرأنا كيف نحسب طريقة حساب السوداسي السوداسي ولهذا شنودرناه حولناه لمتوازي الأضلاع لأننا نعرف القواعد التي تساعدنا لحساب متوازي الأضلاع لأن دائما الأشكال الهندسية دائما نحاول نشوفها نظرة لأشكال عتية ليسبق لنا أن تعرفنا على قواعد حساب محيطها ومساحتها وبالتالي هذا هو متوازي أضلاع هذا متوازي أضلاع إذن اس نتاعه السيس نسميه السيس هي مساحة الموضلع السوداسي توقايز متوازي الأضلاع إذن شحل غد تساعدنا عندنا هنا جوج 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 يعني أن هذه نحنا كنعرفه باش نحسبه مساحة المتوازي الأضلاع كنضربه القاعدة في الارتفاع الموافق لها إذن اس شنو كتساوي كتساوي بف واش بعندي هي ستة إذن هي ستة واش عندي محدد في واحد فاصلة سبعة إذن غد نضربها في واحد فاصلة سبعة وفي النهاية سنلقى المساحة السوداسي هي ستة في واحد فاصلة سبعة ونرى النتائج ستة مضربة في واحد فاصلة سبعة إذن تعطينا عشر فاصلة جوج عشر فاصلة جوج إذن عشر فاصلة جوج هي مساحة هي مساحة الشكل السوداسي إذن ما طبقناه بالنسبة للشكل السوداسي سنطبقه بالنسبة للمضلع بالنسبة للمضلع التوماني إذن قد نضربه أقارن مساحتي المضلع التوماني والمنتظم ومتوازي الأضلع لماذا تطرح علينا هذا السؤال؟ لكي نتأكد بأن إذا حسبنا مساحة المتوازي الأضلع اللي خرجناه من التوماني تقاييث مساحة مساحة التوماني لأننا لا نحن نعرف ما نحسبه مساحة التوماني أو السوداسي كما رأينا وبالتالي بالنسبة للموحيط نجمع الأضلع إذن دبا أما بالنسبة للمساحة فقد سنحسبه المساحة تعمل زوازي الأضلع أو لا طريقة أخرى نحسبه مساحة المثلة الصغير ونضربها تهية بثمانية تهدي طريقة إذن هنا نحسبه أولا الموحيط إذن لا نحتاج إلى موحيط متوازي أضلع اللي خرجناه من التوماني إنما نحتاج إلى الهدف للموحيط سهل سنأخذ هذا الضلع اللي أعطوه لي A يساوي 1.53 ونضربه في ثمانية إذن P8 نسميه P8 يعني P8 يعني P8 إذن تساوي ثمانية في A وماذا هذه المرة في A هنا أخذوا A هنا أعطونا واحد القياس إذن لدينا ثمانية مضربة في 1.53 إذن نرى النتجة بالسنسيمتر كيف ستعطينا؟ إذن ثمانية مضربة في 1.53 إذن النتجة هي 12.54 12.54 إذن هذا بالنسبة للموحيط حددنا الموحيط متع الثماني إذن هنا سنحسب المساحة متع متع الثماني إذن المساحة متع الثماني تكافئ المساحة متع متوازئة لماذا؟ لأن هنا ثمانية المثلاتات فيها 4 خضر و 4 حمر وهي نفس نرتبها هنا بهذه الطريقة لكي يسهل علينا حسب المساحات الثماني كان عليهم مثلا لا يساعدنا حسب المساحة الثمانية لكي تفكر في هذه الطريقة أو تفكر في طرق أخرى أنا اللي جالي لبالي هو نحسب المساحة المثلات ونضربها في ثمانية حتى هذه الطريقة إذن S سويد سويد سرتببي سنضربها في الثماني تأخذ العنالة الأربعة إذا ذكر العنال 8 سنعرفها في أش وهي تساوي الى أش الأمر يقدم الشعور 1.53 يركب говоря 4 ف katina 1.53 ب謝謝 وهناية أش يوى 1.8 سنفعل العملية الحسابية لأجد مساحة ثمانية إذا نأخذ الكالكولاترس نضربه أربعة في 1.53 مضربة في 1.8 إذا كاس أعطينا النتيجة 11.06 إذا 11.016 سنتيمتر مور البعض إذا هذه هي مساحة الثماني إذا وبهذه الطريقة نحدد المساحة الثماني والمحيط نتاعه وكذلك السوداسي والمحيط نتاعه إذا سوف نجاوب على هذا السؤال السؤال ما يقول ولاحظوا أن مساحة كل موضلع منتظم إذا المساحة السيس تساوي نصف الموحيط في 1.8 إذا هنا سنتأكدوا السيس السيس هل تساوي سنأخذ الموحيط بسيس ونقسمه على جوج ونضربه في 1.8 وهنا سنأخذ بويت ونضربه في 1.8 ونقسمه على جوج ونقسمه على جوج ونقسمه على جوج ونقسمه على جوج ونضربه في 1.8 ونقسمه على جوج ونقسمه في 1.8 ونقسمه على جوج ونقسمه على جوج بالنسبة للثوماني ولا بالنسبة للسوداسي كيساوي إذن القاعدة اللي غاد ناخدها بالنسبة المحيط ده شنو غاد نقدر نسنتيو ده بجيب لي اي مرب اي مضلع اي مضلع مثلا ناخده مضلع حنا في عشرة دي الاضلع مضلع في عشرة دي الاضلع إلا عطيتك المحيط خسكت تخرج لي المساح إذن بشرط هو خسكت تعطيني الارتفاع هذا هو دي القاعدة إذن يعني أن المساحة بالنسبة لواحد المضلع كتساوي المحيط على اثنان في ارتفاع هذه القاعدة اللي خرجنا من هاد من هاد التمرين هاد إذن نشوفوا السؤال الآخر ورتبوا مساحات المضلع السوداسي والمضلع الثوماني واس مساحات القرص إذن هنا يا بطبيعة الحال شكل غاد يكون كبير إذن شكل غاد يكون كبير غاد يكون الأكبر هي مساحة القرص وشكل غاد يجي قبل منه مساحة التوماني وشكل غاد يقبل منه السوداسي دواقيل خرجنا من هنا رباعي في قدر هنا ندخلوا رباعي سيكون أقل مساحة من السوداسي والخوماسي كذلك ومثلاً لا نقوله التساعي سيكون المضلع في عشرة الأضلع سيكون المساحة أكبر ما هي النتيجة هنا؟ أكثر نزود عدد الأضلع المضلع المنتظم أكثر الدائرة لأن الدائرة تعتبر 360 ضلع 360 ضلع في النهاية نزود عدد الأضلع نمشي من 8 إلى 16 ضلع 36 ضلع 100 ضلع صغير مضلع فيه 100 ضلع صغير لا نستطيع أن نصل إلى المساحات الدائرة ولكن نكون قربنا لها 300 ضلع لا نستطيع أن نصل إلى المساحة الدائرة ولكن نستطيع أن نصل إلى المساحة الدائرة حتى نحدده ويكون لدينا 360 ضلع و 360 ضلع هي 360 نقطة بالنسبة للدائرة أو أكثر من مشتري هذه الدائرة و 360 ضلع و هذه الدائرة هي 360 ضلع و هذه النقطة لأن هذه المساحة التي تعتبر لها حيث ما تعتبر لها لانستطيع أن نستطيع أن نفهمها أكثر سوف نذهب للتمرين الثاني في نسبة للتمرين الثاني أو السؤال الثاني سوف نقوم بإذن ما تعلمنا ما تعلمنا؟ تعلمنا بأن S عمود الله ما يفهمه؟ ما يفعله؟ كيف يفعل المحيط؟ نقسمه على الجوج و نضربه في الصفحة عمود الله هذه الخلاصة التي استنجزنا من هذه السوداسي والثوماني سوف نطبقه السؤال محيط المضلع المنتظم الأحمر هو وحسب مساحته نلاحظوا أعطونا المحيط المحيط هذا هو لأننا نعرفين إذا نريد أن نستغل المحيط وماذا نريد أن نطبقه هذه القاعدة إذا نريد أن نطبقه لدينا المحيط إذا نريد أن نعطونا الارتفاع ماذا نعطونا الارتفاع؟ نعم إذا نشوفوا الارتفاع أش واحد إذا أش واحد نشوفوا واش دي الأخضر ولا دي الأحمر إذا هنا في الحقيقة ما بينوش ولكن نحن سنعرفه نحن سنعرفه كيف سنعرفه؟ ما الذي كبير الارتفاع انتع المضلع الأخضر أو انتع الأحمر؟ طب هذا الحال انتع الأحمر لأن الأحمر جاي خارجي بينما المضلع الأخضر جاي داخلي وبالتالي فهذا هو الارتفاع الذي يكافئ المحيط انتع المضلع الأخضر العدد الأضلع لاحظوا يزيدوا في عدد الأضلع كما قلنا الثاني هنا الموحيط الثاني هو هذا هذا هو الارتفاع الذي يكافئ هنا نتكلم عن الأحمر الأحمر إذا هنا سيكون الأحمر سيكون هذا إذا هذا مدام كنت تكلم عن الأحمر الأحمر هو الخارجي إذا سيكون الارتفاع انتعه هو كبير وهنا بالنسبة لهذا سيكون الارتفاع انتعه وبججهم سنحسب المساحات منتعهم إذا هنا سنخرج الطير هنا كنختلاف بين الحالة التي شفنا قبيلة والحالة هذه الحالة هذه القبيلة شفنا التوماني والسوداسي داخل الدائرة ولكن دبلا لا القرص جاي بنتهم إذا هنا سنحسب مساحة المضلع الأحمر وهنا هنا سنحسب مساحة المضلع الأخضر إذا هنا المضلع الأحمر هو الكبير والمضلع الأخضر هو الصغير إذا ما سيكون الارتفاع الأحمر سنسميه بروج بروج وهنا بروج بروج وهذا سنسميه الشفار وهذا الشروج وهذا لذلك لذلك المضلع الأحمر لذلك لذلك المضلع الأحمر لذلك المضلع الأحمر لذلك سنحسب سر ما هي سر هنا سر مساحة القرص الأحمر وهنا سر مساحة القرص الأخضر نطبق القاعدة سر ستساوي بر على جوج مضربة في وهنا بر سر في ه إذا سنحسب المساحاتين تطبيقات عددية لدينا 13.3 سنقسمها على جوج وسنضرب في ه هنا وثلاثة هنا لدينا 18.6 سنقسمها على جوج وسنضرب في جوج فصيلة 9 ونحدد كل المساحة على حدة ستبقى لنا في النهاية المساحة القرص إذا مساحة القرص مع نشعة وبالتالي هي ستكون محصورة فقط إذا في النهاية سنلقى S ديال السركل أو ديال ديسك الحقق نقول ديسك لأن نتحدث عن مساحة ديسك ومحيط الدائر إذا هنا سنضرب عملية حسابية العملية الأولى سنضرب 18.9 18.6 ثم نقسوم على جوج ونضرب ها في جوج فصيلة السرد نضرب ها في جوج فصيلة السرد إذا نضرب 26.9 سنتيمتر مربع هذا الموضلة الصغير الداخلي متاع الشكل سنضرب 19.3 سنضرب 19.3 سنضرب ها في ثلاثة ونقسم كل شيء على جوج 28.95 28.95 28.95 سنتيمتر مربع إذا لاحظوا هنا إذا إذا نريد القرص نضرب القرص سيكون محصور بين S V و S R إذا ستكون محصورا بين 28.95 سنتيمتر مربع و 26.97 سنتيمتر مربع إذا هذا هو المساح إذا هنا نعطينا الطريق إذا نحن 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 نعطينا الطريق إذا نحن نحن المحيط والمساح ثلاثة 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 محيط إذا لاحظوا السؤال محيط الدائرة ومساحة القرص واستنتيج محيط ومساحة كل جزء ماذا يعني هذا؟ نحن 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 باقي الأشكال الهندسية هذا الأجزاء ثم نحن نحن مساحة تحت القرص ثم نستنتج باقي الأشكال الهندسية الأجزاء إذا نبدأ أولا بمحيط إذا نبدأ بالمحيط نحسب المحيط ثم بعد ذلك ننتقل إلى المساحة إذا لدينا الدائرة الأولى يجب أن نحسب محيطها إذا دائما عندما نريد أن نحسب المحيط نضرب القطرة في ولكن هنا لدينا الشعاع فشنو نحن نأخذ القطرة كي يسوي 6 سنتيمتر فإذا نريد المحيط المحيط سيسوي 6 في 3.14 إذا نفعل عملية حسابية كيف تعطينا إذا 6 إذا ضربناها في 3.14 إذا 6 في 3.14 تعطينا تقريبا 6 6.13 3.18 إذا 18 فاصيلة إذا عملية فيها لا تصلحش دينيا إذا النتجة هي 18.84 سنتيمتر لأن هذا محيط إذا نريد هذا الجزء ماذا يتكون هذا الجزء فهو يتكون من نصف دائرة ونضيف لها قطر لأن نحن نتحدث عن المحيط المحيط يعني كل ما يحيط ماذا نقوله المحيط هو نصف الدائرة لا هذا يحيط لأن هذا هو المفهم المحيط إذا المحيط هذا 18.84 سوف نقسمها على جوج ونزيد 6 على 6 لأن سوف نزيد الأشعة يعني سوف نزيد قطر إذا ما سوف نعطينا في النتائج سوف نعطينا 9.42 9.42 و 9.42 إذا زدنا إذا 15.42 سنتيمتر الربع الدائرة يعني سوف نقسم المحيط الأول ونقسمه على جوج لأن نحصله على هذا الجزء وهذا هو ربع الدائرة ونزيد له جوج الأشعة يعني نزيد قطر يعني نزيد ستة لأن هنا قطر وهنا قطر دائما زائد سوف نقسم المحيط الأول التي حسبنا 18.84 سوف نقسمها على أربعة لماذا على أربعة لأن نحصل على ربع دائرة لأن الدائرة تكون أربعة سوف نزيد ستة نتيجة النهائية سوف تكون 10.71 سنتيمتر إذا هذا بالنسبة للمحيط الربع هنا لدينا ثلاثة دائرة لأربعة يعني بحل الربع لأول والثاني والثالث إذن سأخذ المحيط الأول ونقسمها الأول ونقسمها الأول ونقسمها الأول على أربعة ونضرب ونضرب على تلت ثلاثة ونضرب 18.84 سنضرب ثلاثة ونقسمها إلى أربعة ونزيد 6 لأن الأشعة في التوطال سنجد 8.13 سنتيمتر هذا ماذا يمثل؟ من الزاوية سنعرفه من الزاويته سنعرفه بأنه يمثل هذا الجزء سدوس لأنه إذا نريد أن نكونه منه سنجد أن نكونه منه إذا 1 جوج 345 يعني هذا السودوس من خلال الزاوية أعطناه كيمة للسودوس وبالتالي سنأخذ الموحيط الأول سنقسمه على ستة إذا 18 فاصلة 84 سنقسمه على ستة ونزيد ستة لأنه سنزيد ستة لأنه سنزيد جوج الأشياء هنا يرى الله حسبنا هذا إذا هذا السودوس ونزيد عليه شعاع زائد شعاع يعني نزيد ثلاثة زائد ثلاثة يعني ستة إذا سنقسم العملية الحسابية تعطينا 4.71 سنتيمتر إذا بالنسبة للحالة الموالية هذا سنقسمه على جوج هذا يعني هذا يمثل بالنسبة للدائرة الأولى هذا القوس الصغير هذا هذا القوس هذا القوس يمثل هذا يمثل على الدائرة على 12 لماذا؟ إذا قسمنا هذا على جوج نقسمه يعطينا 12 جوج متقيس وبالتالي تعطينا 18.84 سنتيمتر سنقسمها على 12 ثلاثة زائد 6 لأنه سنزيد الشعاعين لكي نحصل على الموحيط سنقسم الآن في الأخير سنقسم جوج متقيس 355 سنتيمتر هذا بالنسبة للحالة الموحيطات المساحات سنقسم المساحة الدائرة الأولى وعندما نريد أن تقسم المساحة سنستعمل الشعاع ما سنقسم المساحة ثلاثة 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 ستعطينا 28.26 وهذه المساحة التي سنبدأ بها سنستعملها عدة مرات لنحصل على نصف دائرة وربعها وثلاثة أربعها قرص في الحقيقة نصف قرص وربعه وثلاثة أربع منه وثلاثة أربع منه وثلاثة أربع منه وثلاثة أربع منه ستعطينا 28.26 ونقسمها على جوج إذا قسمنا نصف القرص على جوج ستعطينا 14.13 14.13 هنا سنتيمتر مربع وهنا كذلك سنتيمتر مربع لأننا نتحدث عن المساحة لدينا بالنسبة للشكل الموالي هو ربع قرص إذن سنقسم 28 القرص الكلي ونقسمها على أربعة إذن سنقسم 7.065 سنتيمتر مربع ثم هنا سنقسم القرص على أربعة ونقسم إذن هذا يقدر نضربه في ثلاثة لأن هذا واحد كين هنا وكين هنا وكين هنا أو لا سنقسم القرص الأول ونقسمها على أربعة لكي نحصل على الربع عن ساعه وفي النهاية نضربه في ثلاثة لكي نحصل على إذن 28.26 سنقسمها في ثلاثة ثم نقسمها على أربعة وفي النهاية نحصل على 21.195 سنتيمتر مربع بالنسبة للجزء السودوس إذن سنقسم الدائرة أو القرص ونقسمه على ستة لأن هذا يمثل السودوس وفي الأخير سنقسم 4.71 سنتيمتر مربع هذا سنقسمه على 12 ونأخذه منه واحد إذن 28.26 سنقسمه على 12 إذن سنقسمه جوج فاصيلة ثلاثة ثلاثة وخمسة وخمسة إذن هنا أعتادر هنا لدي لدي واحد جوج أخذت المساحة للأسف أعتادر هنا أخذت المساحة أخذت المساحة لحسن الحظ متابهت لهم لذلك لقد أخذت المساحة ونقلت المساحة هو أخذت المساحة المساحة الملونة في كل حالة إذن هنا سنحسبه ونعتمدع التربعات وكل التربعات تمثلينا جوش سنتيمتر فإذا نريد المساحة إلى هذا الشكل الملون ما سنحسبه؟ نطبق الربعيات العتية إذن نحسب مساحة القرص ونقسم المساحة إلى المربع المربع هنا سيكون فيها 4 سنتيمتر والقرص سيكون فيه 8 في القطر وربع سيكون فيه 6 في القطر جوش 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 6 شعاع إذن نحن نحسب المساحة سنعتمدع على الشعاع إذن 6 شعاع و 12 في القطر إذن نفس الشيء هنا هنا هذا القرص القطر نتعه فيه 2 والشعاع نتعه 6 هذا قرص صغير عنده الشعاع ديالوجوج وهذا الشعاع ديالوجوج إذن لماذا نحدده هذا الشيء؟ نحسبه بسهولة هنا عندي نصف قرص اللي التحت شعاع ديالوجوج فيه 6 وهذا شعاع ديالوجوج فيه 1.5 1.5 لأن هنا ثلاثة ديالتربيعات هنا نصف تربيعات هنا نصف تربيعات وهنا نصف تربيعات وهذه الجوج هي ثلاثة إلا قسمناهم على الجوج كما تطلو لنا هنا لا عرفون ثلاثة ثلاثة إذن هنا هذا شعاع لحيث من هنا 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 ثلاثة وحددنا لأن الشعاع خلصي نحدد الشعاع إذن دبيلا نحسب المساحة هذا الشكل المساحة هذا الشكل هي مساحة القرص القرص سيكون المساحة هي 6 6 3.14 لأن شعاعه 6 حيث هنا هذا الشعاع كما نريد المساحة نريد المساحة مباشرة ثم سنطرح منها مساحة مساحة هذا المربع هذا المربع هنا الحرف نتاعه طول 4 إذن النتيجة تكون سنتيمتر مربع سنطرح عملية حسابية إذن لدي 6 6 3 14 سنطرح إذن تعطينا 97 97 0 4 المساحة 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 الملونة بالنسبة الحالة الثانية الحالة الثانية لدي القرص ككل 6 6 6 6 3.14 سنقسم هذه الجوجة لأقراض صغيرة إذن هذه الجوجة يعني أن القرص الصغيرة لأحسبت المساحة وقم نضربها في الجوجة كتب قال لي ما كيف مساحة القرص الصغيرة لأنهم متقيسون وقم نستخدم هنا جوج إذن هي جوج في جوج 3.14 إذن هذه مساحة القرص الصغيرة وهذه جوج منه حسنا نفرقه بنا هذه مساحة جوج منه وهذه مساحة القرص الكبير إذن في النهاية نلقى 8.92 سنتيمتر مربع الحالة الموالية لدينا أنصاف الأقراص لننتبه جيدا بأننا لدينا أنصاف الأقراص لدينا نصف القرص 6 x 6 x 3.14 نقسم على جوج ونزيد هذه المرة لنقسم لأن هذه مساحة إضافية ثم هذه القرص كما قلنا لديها ثلاثة هذه جوج ونصف جوج سنتيمتر ثلاثة 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 نقسم على جوج العملية الحسابية ونلقاها 70.65 سنتيمتر مربع هذا بالنسبة للجزء الأول كيف نرى الجزء الثاني أولا التمرين الخامس هذا التمرين الخامس وقارن محيطات ومساحات الأشكال الملونة ثم أحسبها هنا أريد المحيط المحيط سوف نحسب الأقطار ماذا عندي في القطر القطر هنا أربعة والقطر متاع الدائرة الكبيرة عندي فيها ستة ستة بالنسبة للأشعة نصف القطر الشعاع سيكون هنا بالنسبة لهذا سيكون ثلاثة وبالنسبة لهذا الجوجع لماذا أنا كنحدد الشعاع والقطر؟ لأن الشعاع سيساعدني باش نحسب المساحة والقطر سيساعدني باش نحسب المحيط هذا هو علش هنا سيساعدني ونحسب هذا بنفس الطريقة هنا سنطبق تمرين تمرين في المدى سنحاول نحسب هذا ونحسب بعد نحن نحن نختم تمرين في مساحة كبيرة لأن يريد المساحة هنا هنا بالنسبة لهذا القطر هذا القطر هنا لدينا جوجوج اذن ربعة القطر الكبير ثمانية هذه الأقطار الأشعة لدينا الشعاع هذا فيه جوج والشعاع هذا فيهربعة نحن هنا نحن نحن من خلال هذه القياسات نحن نبدأ بالمحيط ثم المحيط ثم المحيط بالنسبة للمحيط لدينا المحيط هذه المحيط في المحيط مع محيط ثم لدينا دائرة الداخلية في القطر ثم نحصل على محيط إذا 8 ثم 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 والدائرة والدائرة الصغيرة وفي النهاية ستجدها 37.68 سنتيمتر هذا المحيط بالنسبة للمساحة نحسب المساحة الخارجية المساحة الكبير سنطرح منها القرص الصغير لنحصلها ما بينهما سنستعمل الشعاع الشعاع الكبير هو 4 سنضربه في الشعاع الكبير الثاني في 3.14 نقص الشعاع الصغير في جوج في جوج في 3.14 سنضرب القياس في الشكل لأنها سهلة المأمورية 4 في 4 في 3.14 هذه مساحة القرص الكبير ونقص منها مساحة القرص الصغير لأحصل المساحة الملونة وفي النهاية غلقها 37.68 سنتيمتر مربع سنضرب الشكل الثاني ماذا يعني؟ لدي الموحيطة وهذا الشكل وهذا تمثل 3.4 ونقص منها هنا نقص منها هنا نقص منها هنا نقص منها 3.4 ونقص منها 8 في 3.14 هذا موحيط هذا موحيط الدائرة الكبيرة ونقص منها ثلاثة ونقص منها ثلاثة 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 سوف نقوم بساعة المساحة التي حسبناها قويلة كلها سوف نقوم بساعة 3.4 يعني هذه 37.68 سوف نقوم بساعة 3 لأن حلاحية 8.4 سوف نقوم بساعة 3.4 وفي النهاية سوف نقوم بساعة 28.26 سم نقوم بساعة 3.4 بالنسبة لكذا الشكل هذا كيف سوف نرى هذا الشكل مثل الربع على الدائرة الربع على ذلك بحل هذا يمكن أن نضعه هنا هذا نقله بحال هك هذا نقله ونجيبه هنا وبالتالي سوف نحصل في الحقيقة هو نصف نصف هذا الجزء إذا مرحبا سوف نحسب المحيط سوف نصف الدائرة الصغيرة ونصف الدائرة الكبيرة ونزيدها 4 إذا الدائرة الكبيرة هي 8.3.14 سوف نقوم بساعة 3.4 سوف نقوم بساعة 3.4 سوف نقوم بساعة 3.4 ثم سوف نزيدها 4 علشها 4 لأنه لكي نكمل المحيط نرى العملية الحسابية 8 x 3.14 هنا 22.84 سنتيمة هذا التمرين ليس سهل هذا الاحتمال أنه تطيع الخطأ كبير جدا جدا هنا بالنسبة للمساحة المساحة التي حسبنا في البداية ونقسمها على جوج هذا المساحة كما هنا يأخذنا ثلاثة أربعة منها نقسمها على جوج ستعطينا 37.68 37.68 وهي المساحة نتاع ذلك الشكل ونقسمها على جوج ونرى ما ستعطينا في النتيجة 18.84 سنتيمة مربع هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس حول قياس محيط الدائرة ومساحة القرص الحقيقة طويل شوي هذا الشيء ولكن هذا الواجد نحن لا نحتاج اختيار إذن موعدنا مع حصة قادمة بحول الله ترجمة نانسي قنقر